حكومة السيد السوداني خلال هالفترة هناك شقين الشقة الأول هي أتممت ما بدأه الكاظمي والشقة الثانية هي أنتجت أو حققت شيء ما كان يمكن أن يتحقق أو لم يتحقق في حكومة الكاظمي كيف يمكن أن تحقق هنا أحتاج تفسيرات مثلا نحن كل اتنين أعلم والرأي العراقي أعلم أنه برنامج حكومة السيد الشاعر السوداني كانت ترس على نقاط مفصلية أساسية من جملة هذه النقاط لأنه بس نص إخراج القوات الأجنبية هذا نص موجود يعني ما بي لا تلاعب ولا أبدا ولا نهائيا الشيء الآخر هو التلويح إلى أنه مناع العقبة وغير مناع العقبة هذا عبارة عن مشاريع حسبت إلى أنها يتمهيد للتطبيع بني وهذا أيضا موجود والشيء الثاني قضية الدولار الشيء الرابع هي محاكمة الفاسدين محاربة الفاسدين وإلى آخر هي هذه النقاط جوهرية كانت موجودة بكل صراحة وربما الرجل معذور أنه كانت يبدو هذه أكثر أكبر من طاقته يعني وأكبر من الممكنات اللي موجودة يعني فاللي لاحظة يعني مثلا إلى أنه إذا كان خطوة المالكي خطوة الكاظمي هي نصر دان باتجاه الأمريكان الخطوة الآن اللي موجودة هي أردان تقريبا يعني